السلام عليكم ورحمة الله أعطيك إلى القناة ، أتمنى أنكم تكون مدرسة في اليوم ، في اليوم اليوم سننقوم بإرقاءة في جيكارة ، في الدونسيا ، هذا الفيديو كانت تقرأ بأمدابا ، شكراً لكي تأخذي الوقت لكي أرسل وكي تركيزيك وإن ترجمة ، نتركوا في القناة ، نعود في الوقت بإرقاءة مرحباً للمشاهدة ، إن شاء الله سنبدأ بالفعل مع الفيديو وفي الأخير ، سأتحدث معك من اجتماعي وكبت بحقًا وعمل مرحبًا مع ذلك سنة 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 في القرارة المحرم ولكنني أريد مرحبًا لن أعطيب سنة 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 ونحن نجده مدينة جميع المدينة ومدينة أكثر من 18,000 أمام لا تشعرها الكتير المدينة من أجل المدينة الأكبر تجربة تجربة الوزرع الهوالي يسبب الزرارة تخزان من المستمرة وهو الزرارة على المثال من الموجودة الذي صلح النعوية والمعينة في الهوالي كان يشكل خاص بيبيعه تغلية تتحفلما في الحمامات في القناة بالتعامل من التدوش أدجة اعجارة التــَحريفية س engagements وثانتفة تجربة الهدفة فترة تجربة المجتب المناطق والاقربة لزمانة ترجمة نانسي قنقر 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 يدوخ إذا انت نراه وترون время هذا المريض النحوا myths أستعرjek واحد جدا أنا جدون أبي سعيّ نا أردنا احنا لنmaleسrun السبب Universal السبب الخل في دجل til اعلى المgrund الظلال السبب الخل في دجل تضيف هذا في بيضان وانا أُسأنا بأن سألتم نجتى تضيف هذا لك سألتم بيضان أريد السفر سألتم بيضان و سألتم بيضان بيضان سألتم بيضان أشعر بشبها للغاية لربما في كل ساعف مع الساحل فنسفه لا يمكننا بعضه لكن لا يمكننا أن نصدرها لا يعتمون لا يشعر فيني hahaha لست تضيف بدأ فنحن سألتم بسبب وحد اصف استفع file أي كل ما يحلل؟ أعني أفعله بشكل مارك أعرف هذه مرز أغرف الإيشابي ليس لديه كم أغنصد إنه لا يمضي شكين ساتي أسوك مفتنا أنا يمكنك ساتيه فكل شهر هذا هو ممهشفجي في المثال حسنا موسك قول موسك أعطينا البعض من المشكلة هل سألتنا بأنهم سألتنا؟ لا تتتابعين من المشكلة لا تشتريد النسي غورن رائع السرطة ليس للا تصنيف كمان تتبعون منه يجب أن تجدد حول لغوك يجب أن تجد الوضع حسنًا بمتالي من المشكلة حسنًا من التمارين إلى شرم ممتازة وممتازة ممتازة وممتازة هناك نسي غورن ملحباً ملحباً وكيف تشبه لديه؟ بالنسبة لديه نصف جامعة لكن كل مدى لديه بخصوص ملحباً مع رسي؟ مع رسي؟ اعجبه من البيت اعجبه من البيت نعم نعم ملحباً تشبه نعم تشبه 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 مولد جداد من البحظ بحث حلن شم ولد في ذلك هذه مهات جدني تفيد أن جسجل تكن منذ تلك يكن مرة أخرى. الناس تحرمت الأطفال والعادقات المختلفة في القضاء عن ملفات عن الطاقة الأخذ ترى تلك الواجهة على الطاقة على القضاء هنا رمز صباحًا وكلم عنه استقرات عيام مازل مزر 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 عيام قمبن جوت مصن جملة شكرا شكرا وثياء كلا اشترك مالا يشكرا نحن حلوك مارتباك فضل الأماكن السلطة يجب أن تسهل هناك المارتباك هناك مارتباك والأسف وروبطات و هذا الشخص المخصصφο و هذا الشكل يبدو الناس إنها الشخص المخصصف لديها عنه ملتقى لديها بغي أيضا واحدة نفسها الآن أفزق 6 نحن العلل أفزق Dong وتهزل اسمها بالمشارة بالتربية بعد الأوراسيت نفسها علمي العللل علمي العلللل نضع ستوجد بيكس ثم نبه أعطى ذلك نحن 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 نعود إستم يقوم ببطئة فإن كما نحن 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 نخسر يجب مع الجميل والقوصيين على الجدد وستحصل على مرطبخ كما قلت هذا كالتطالي متجد لا أعب بخير أمني أنت مدى لقد قامت بجمع كم أيضا حقيقة لأنها مدد جدا تلك كل شيء جدا لقد كان جدًا كذلك كذلك فما كذلك كما يكون لديون قطع ممتازة وما تحصل جيدا ما فكرت yo يحصل الوصف والأسفرسة بالنبار بالنبارة ك lovers بالنبارة دائم بشأنك مختلفا ولكن أمام الشهر أمام الشهر يجب أن تختار المنوع من الوصف مجري في هذه القردات جدعا في جكارة إذا انتبه من التجارة الفترة اسفال والفترة لفتارة الصوت لو فإن يحبكة ت LORD لاحظ قكلة باطل where you can taste a little bit of everything at Natrabu or Garuda on this same street. If you can't make it to Yogyakarta but want to try one of their famous dishes, make it a point to stop by a nasi gudeg stall. The star here is the gudeg or unripe jackfruit which is stewed overnight in a sweet liquid. If you have a sweet tooth that translates well into savory preparations, this is the dish for you. And just because we haven't had enough food, we're now having gudeg. We're having gudeg. Gudeg is a dish from central Java. You know it's consists of many components. This is a braised jackfruit, braised egg and a braised tofu. This looks crazy. It's like crazy, right? It's literally just fat. Yeah, it's an ox skin. What does gudeg actually mean? Gudeg is this. Ah, gudeg is a jackfruit. Gudeg is a jackfruit. This is actually a cooking technique that you call ngudeg. All right, so all of this would be served with this. With gudeg, the jackfruit. That's the central kind of food. Exactly. You have to crush the chili with the back of the spoon. Ooh. Because it's already braised also. This thing. I'm funnily enough still hungry. It's sweet. It's sweet. So it's a typical of Javanese dish. Sweet. It reminds me of a local dish we have in Philadelphia. It's called kumbak. It's like a sweeter pork soy sauce stew. This egg is like hard. It's a hard boiled egg. Wow. But the seasoning penetrates under the inside. But what I love is that all the food we tried so far, all very different in terms of texture, flavor. Yes. And you know Indonesia is such a huge country. Yes. But it's cool that you guys can find all the different regional specialties right in one area. Yes, exactly. That's what I love to tell about Jakarta. Jakarta is like a melting pot of all different culture of Indonesia. I want to marry this. I'm already married, but I kind of want to marry this. So I'm going to figure out how to put a ring on it and then we'll make it a thing. We all have those soups we gravitate towards when we need a hug or for when we are sick. That is exactly what soto is. A traditional bowl filled to the brim with broth, meat, and vegetables that will make you feel at home in no time. So this is the grand finale. And it's like a tiny little bowl. I feel like it's a soup made for small people. Yes. This is called soto R1. Soto. Soto is actually when it comes to what types of soto in Indonesia. We have so many soto. There is one exact recipe for soto. It needs to be full like a soupy. And I'm so happy that we finally have vegetables. Oh yeah, I just really like it. We don't have any vegetables. This is the vegetable of the head. So the bean sprouts replace the noodles where you would have it usually. Exactly, and you have tons and tons of spring onions. It's glorious. Because they make it using this stock from the chicken, but a clear stock. Not intensified stock. So what I love in true Indonesian fashion, the condiment is three times the size of the bowl. I'm pretty sure this is the meal and this is the condiment. So this is actually the gizzard of the chicken. This is the liver of the chicken. This is a quailed egg, braised also with several ingredients, especially ketchup manis. Different tempe, salted, as simple as that. And this is actually the most favorite condiment for soto. The frikadel, the perkedel. And this is made out of potatoes. And you put it inside. And then you just eat it. Oh, if you finish this and this, then obviously this is a whole meal. then definitely I would not be able to finish six. This is the carp, actually. Wow. Right? That's like a complete departure from anything we've had. All of a sudden you're eating something very Asian. Yes. And you put this in and it's like you're having a bald mashed potato in there. That's what, that's what interesting about Indonesia, that we actually absorb so many cultures. We absorb so many things, especially when it comes to food. The assimilation, the cultural assimilation, that you can actually sever on your table daily. If you still have time and are looking for a nightcap, you can check out these bars. Basque, Leon, Lucy in the Sky, Lowy, Union, Safe House, or Lola. As you can see, this is an absolutely crazy place. I believe it's one of the most underrated food cities in Asia. It's absolutely beautiful. So it's worth a second look, definitely. If you're coming in the area, if you're coming in the region, if you're going to Bali, for example, I really do recommend stopping by Jakarta and trying all the food and just experiencing the city for a couple of days. It's been a lot of fun and we're going to delve deeper into it. So we're doing two more episodes. One is all about kind of like family style home cooking and learning how to make Indonesian food. And the other one will focus purely on other good eats you can have during the day in this great city. So I'll see you guys there. We're literally in the middle of the road. Peace out. Wow, guys, that was nice. It just made me hungry. So many different food items. They had some nosi garang and satay, which just made me hungry. Inshallah, it would be nice to actually travel to Indonesia and get to try all these delicious and beautiful food items. So really, really mouthwatering delicious looks really nice. And can't wait for the channel to hit the one million subs so we can take a trip out to Jakarta. So for today's question, guys, this drum rolls. The question is which city or if you can give me country too, was I born in? So which city or country was I born in? You can put your answer in the comment section below. First person with the $50 price. Terry Mark, I say thank you very much, guys, for suggesting this video. I hope you guys enjoyed it. If you did, please don't forget to like comment, share and subscribe. And if you like me to react to another video, please put a comment section below. As always, guys, thank you very much for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family. Inshallah, I'll see you guys in the next video. Take care. Wassalam.